هذا فيروس خطير جدا نحن نخاف أن يتطور الماربورك فيروس بشكل يسبح له الانتشار عن طريق الهواء نسبة الوفيات تصل إلى 90% وليس هناك علاج خاص له فيروس مالبورك هو عبارة عن فيروس حقيقة قاتل ومنتشر أكثر شيء في أفريقيا هذا الفيروس من المجموعة الخيطية في الفيروس من المجموعة الخيطية مختلفة عن الفيروسات التاجية التي هي منها الكورونا هذا الفيروس أصلا جاء من الخفافيش خاصة الخفافيش ذات الفاكهة ويصيب الإنسان إذا أصاب الإنسان ممكن أن يسبب حرارة شديدة ونزيف حاد في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وهذا يؤدي إلى الوفاة طرق العدوى عادة عن طريق السوائل الجسم أي سوائل الدم، اللعاب، المخاط، أي سوائل تخرج من الجسم هذه تحتوي على تركيز كبيرة من الفيروس وبالتالي هي المصدر الرئيسي للعدوى بين الأشخاص وهي نسميها secondary infection يعني شخص لشخص آخر أيضا كذلك أن تلمس الأسطح الملوثة بسوائل الجسم قد يكون أحد طرق الإصابة ولكن الشيء المبشر أنه لا ينتقل عن طريق القطيرات كما الفيروسات التنفسية الأعراض الإصابة في الفيروس هي مثل الفيروسات الأخرى هي الحمى ارتفاع درجة الحرارة ألم في العضلات ولكن في الإصابات الشديدة تتحول هذه الحمى إلى حمى نزفية أي راق فقها نزيف في الدم وعادة من الأغشية المخاطية ممكن يعني من الأنف من أعضاء الجسم المختلفة وحتى أن في الحالات الخطرة جدا يصاحبها فشل في الأعضاء المختلفة مثل الكلا والكبد وغيرها كذلك يعني في هذه الأعراض دائما يعني الحمى ووجع العضلات تظهر يعني بعد الإصابة بالفيروس من يومين إلى خمس أيام ولكن أحيانا أيضا قد يصاب الأشخاص بنوع من الحساسية تظهر على الجلد وعادة يكون ذلك بين اليوم الخامس واليوم السابع من الإصابة بالفيروس وتظهر عادة على منطقة الظهر أو في الجزء الأسفل من منطقة الظهر وقد تمتد أيضا إلى الأذرع وتكون يعني بشكل بثور حمراء اللون وأحيانا يتحول لونها إلى الرمادي فهذه أيضا من يعني الأعراض التي تصيب بعض الأشخاص سبب خطورة الفيروس أنه فيروس قاتل يسبب الوفاة في خمسين بالمئة عادة أو حتى ترتفع نسبة إلى تمانين بالمئة من الأشخاص وحتى يعني لأنه يكون أكثر دقة من تفشي هذا الفيروس في السابق يعني كانت هذه النسبة نسبة الإماتة من 23% وقد تصل في بعض الأحيان إلى 90% و100% لكن لا نستطيع أن نحكم على التفشي عندما يكون شخص أو شخصين خطورته فعليا تكمن أولا بنسبة الوفيات تاعته تصل إلى 90% وليس هناك علاج خاص له غير أنه إذا المريض أصيب بيعطوه فلويد يعني سوائل وبيعطوه مدعمات أو سابورتيب ثيرابي فليس هناك علاج وليس هناك لقاح فهذا هنا الخطورة تاعته لكن زي ما حكينا أنه يتميز أنه سرعةه على الانتقال ضعيفة جدا مقارنة بكورونا إذا أسعفه في المراحل الأولى قد يعني ينجو لكن إذا أسعفه وبدأ النزيف معه قد يكون متأخر لأنه سيكون النزيف شديد أخطر شيء ممكن أن يحدث لهذا الفيروس أن يطور طفرات تمكنه من الانتقال عن طريق الرداد التنفسي وهذا ممكن لماذا؟ لأنه قد حصل بالفعل في فصيلة مشابهة من الفيروسات هي رستن فيروس وهي من نفس العائلة الفيلوفيري داي طبعا هل سنعود للكمامات أو لمخاوف جديدة بانتشاره جديد؟ يعني لا أعتقد بالوضع الحالي للفيروس هذا الفيروس لن يتكون لن يتحور إلى جائحة يعني لن يصيب العالم كما صابت كورونا لعدة أسباب السبب الأولاني أنه قدرته على الانتشار أقل بكثير فهما لا ينتشر في الهواء ثاني شيء أنه لا يتحور يعني قدرته على التحور قليلة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر